بكلمة ألقاها سمو أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني انطلقت منذ قليل في العاصمة القطرية الدوحة انطلقت أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة وفود برلمانية من 160 دولة من بينهم 80 وفدا ممثلا برئيس البرلمانة وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي هذا العدد الكبير من الحضور وتحضر حفل الافتتاح رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا كويفاس بارون ونائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف وحسب البرنامج المعد للمؤتمر ستناقش الاجتماعات على مدى خمسة أيام جملة من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي بالإضافة إلى القضايا والمحاور المهمة التي تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون وفضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني اشتركوا في القناة